تحذير دولي لإيران بسبب انتهاكها خذر السلاح المفروض من الأمم المتحدة على اليمن أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يدينون تهريب السلاح الإيراني لميليشيا الحوثي الإرهابية إيران وغيرها من الدول التي تنتهك قرارات مجلس الأمن يجب أن تحاسب على ذلك في نفس السياق عرض الجيش اليمني اعترافات لعناصر من ميليشيات الحوثي أكدوا تلقيهم تدريبات على يد خبراء من تنظيب حزب الله الإرهابي الذين يدربونا هم من لبناء من حزب الله وكشفوا عن حجم التضليل الذي تمارسه الميليشيا على أتباعها مغرروا بنا أن الحوثيين مغرروا بشباء تحالف دعم الشرعية حذر من خطورة تهريب السلاح الإيراني إلى اليمن وخطره على أمن المنطقة والعالم هي تحاول السيطرة على أهم المضايق العالمية ألا وهو باب المندب في تحدي خطير للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي